تطورات هذه القضية حتى الآن هناك الكثير من التضارب حول الوضع الحالي في مركز شرطة مدينة منو على كل حال الأخبار تتحدث أن المركز الآن ومركز شرطة مدينة منو في إقليم خيبر مطوق بطوق أمني بعد أن احتجز فيه المسلحون عددا من رجال الشرطة كرهائن من بين الرهائن بحسب بعض المصادر وهو خبر غير مؤكد أنه من أحد الرهائن أحد عناصر الجيش الباكستاني العملية حدثت أثناء استجواب الشرطة يعني عدد من المتهمين بقضايا إرهاب والذين استطاعوا أن ينتزعوا السلاح من المحققين ومن ثم إطلاق النار ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة واحتجاز البقية كرهائن المصادر تتحدث أن من بين المسلحين عدد من عناصر طالبان باكستان وآخرين لا تعرف هويتهم حتى الآن ولا تعرف كذلك انتماءاتهم التنظيمية وما إلى ذلك رئيس وزراء إقليم خيبر بختون إخواء تحدث إلى وسائل الإعلام بأن عملية التفاوض جارية مع المسلحين الذين يطلبون معبرا آمنا للخروج من مكان احتجازهم للرهائن إلى منطقة القبائل الحدودية بين باكستان وأفغانستان وطمأن رئيس وزراء الإقليم وسائل الإعلام وتحدث بأنه لن يكون هناك مزيد من إطلاق النار ولكن هناك ما زالت تخوفات من الكثير من المراقبين من بعض وسائل الإعلام الباكستانية تتحدث بأنه من المرتقب إذا لم تنجح عملية التفاوض لإطلاق الرهائن أن يكون هناك اقتحام للمركز والاقتحام هو ما يقلق المراقبين حيث إذا تمت عملية الاقتحام فمن المتوقع أن يزيد عدد الضحايا من بين الرهائن بالإضافة إلى المسلحين الذين يحتجزون الرهائن إذن إسماعيل سيطرت مسلحي طالبان على مركز الشرطة تمت من الداخل وليس بهجوم من خارج المركز لأنه حتى آخر لحظة كان هناك تضارب وعدم تأكيد أي من الحالتين حصل بالضبط حتى الآن هناك تضارب في وسائل الإعلام البكستانية والخبر حتى الآن غير معروف تفاصيل كثيرة بشأنه بعض الأخبار تتحدث بأن العملية حدثت من الداخل فقط بعض الأخبار تتحدث بأن العملية حدثت من الداخل بالتعاون مع عناصر أخرى من الخارج وهناك وسائل الإعلام تنفي وقوع هذا الحادث بشكل كامل وتتحدث فقط عن وجود بعض القتال الذي جرى بين المحققين والمحقق معهم من بعض العناصر المسلحة وليس مؤكد إن كانت طالبان بكستان أو غيرها ولكن بصفة العامة الخبر يتحدث عن رهائن تم احتجازهم من قبل محتجزين سواء كانوا هم فقط من قاموا بعملية احتجاز هؤلاء الرهائن أو قاموا بذلك بالتعاون مع آخرين هذا هو الخبر المؤكد حتى الآن والذي تجتمع عليه معظم وسائل الإعلام الباكستانية شكرا لك من إسلام أباد مرسل الغد إسماعيل مطار